رغم عمرها الصغير اللي معداش 28 سنة فمن وقت للتاني نسمع عن علاقة ليها جديدة مع فنين جديد وده خلاها بطلة لمنصات التواصل الاجتماعي اللي هي نشطة جداً عليها لكن ده ما يمنعش إنها قدرت تحقق نجومية كبيرة جداً في عالم الدراما هاندا أرتشيل مما وليد سنة 1993 اتولدت في بندرما بالكسير في تركيا وهي البنت الأولى لأسرتها لكن كانت بتعيش مع عمتها وجدتها بعيد عن مامتها وإخوتها اتخرجت هاندا من جامعة معمار سنين للفنون الجميلة باستنبول وكانت أسرتها عايزها تكون طبيبة لكنها كانت من طفولتها بتحب الفن وبعد ما حصلت على لقب ملكة جمال تركيا سنة 2012 اتجهت للتمثيل وكانت بدايتها مجرد هوية وطرفية لكنها نجحت جداً وحصلت على الشهرة في وقت قصير قوي وقت تصوير مسلسل أنت أترك بابي كانت هاندا مرتبطة بالفنان مراد دالكليتش لكن أعلنت انفصالها عنه رغم أن كل الأخبار كانت بتقول أن معاذ زفافهم قرب وقالت معلومات أن جيرت مراد عليها من علاقتها بالفنان كارم بورسين كانت هي السبب في الانفصال عموماً هاندا بدأت علاقتها بالفنان كارم بورسين وبقوا من أشهر الثنائيات اللي بيحبها الجمهور وبيحب يتابع أخبارهم جداً وفضلت علاقتهم دي لمدة سنة كاملة لغاية ما برضو تم الانفصال بينهم الخبر ده بقى أزعى الجمهور هاندا وكارم جداً وفسر الجمهور خطوتهم بحس في بعض الصور خصوصاً صور رحلتهم للمالزيفز بأن معناها ما فيش أي صلح بينهم ووقتها قامت هاندا بحس في بعض الصور اللي بتجمعها بكارم وقام كارم برضو حزف الصور اللي جمعتهم في جزر المالزيفز وعلق عليها وقتها وكتب في وسط المحيط نحن الأثنين بعدها بفترة قليلة جداً بدأت كلام عن علاقتها بالممثل التركي كهان يالدريم وفكر البعض إن دي إشاعات لغاية ما طلعت هي بنفسها وقالت إن العلاقة حقيقية ومش إشاعة وكل المصورين شافوها أكتر من مرة بصحبة يالدريم ولما سألوها الصحفيين عن علاقتها بكارم برسين قالت إنها طوت الصفحة دي تماماً بعدها اتكلمت تقارير إعلامية إن النجمة التركية الشابة بتعيش قصة حب جديدة مع لاعب كرة السلة كارتال أوزم زراج وقال موقع صباح التركي إن السنائي اجتمعوا قبل كده في ليلة جمعت أصدقاء مشتركين وتحولت صدقتهم إلى حب مؤخراً كمان عاشت هندا قصة حب مع الممثل إكين مراد لكن انفصلت عنه وبعدها رجعت له تاني والحد النهاردة لسه كاميرات المصورين بتلاحق هندا لمعرفة تطورات حياتها الشخصية اللي طغت على حياتها الفنية فالفنانة الشابة والجميلة بقت حياتها الشخصية مادة خصبة جداً للصحافة والمواقع عن طريق تحقيق نسب مشاهدة عالية جداً وفي معلومات بتقول إن هندا نفسها في بعض الأحيان بتطلق إشاعات على نفسها عشان تجذب الأنظار فتربط نفسها بشخصيات شهيرة وبعدين ترجع تقول إن مفيش علاقة حب ولا أي حاجة وإن دي مجرد إشاعات